موسيقى السلام عليكم وهذه النشرة المحلية من قناة عدن الفضائية السلام عليكم تفقد محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحساني مستوى الجهزية القتالية في معسكر عجزر التابع لقيادة المنطقة العسكرية الثانية ذلك في سياق نزولاته المدانية للألوية والوحدات العسكرية بهدف الاطلاع عن كثب على جهزيتها وأكد اللواء البحساني على أهمية دور المعسكر في تطهير المناطق التي تقع تحت حمايته من التنظيمات الإرهابية وتثبيت الأمن والاستقرار وحماية أهالي المنطقة حاثا قيادة المعسكر إلى الاهتمام بالتدريب ورفع لياقة الجنود للتصدي لأي مخاطر تهدد سلم وأمن حضر موت كما زار عددا من المواقع واندقاط التابعة للمعسكر لتفقد أوضاع الضباط والصف والجنود المرابطين فيها كما طلع محافظ حضر موتل والركن فرج سالمين البحساني على سير الأعمال الجارية في مشروع الطريق الرابط بين مديريتين الضليعة ويبعث بطول ثلاثة واربعين كيلو متر وبتكلفة بلغت ستة ملايين وتسعمائة ألف دولار بتمول من سلطة المحلية وسمع المحافظة البحساني من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالساحة للدكتور محمد باخلع إلى شرح حول الأعمال الجارية ونسبة الإنجاز في المشروع وما يتضمنه من إنشاء الحمايات والرصف حول جوانب الطريق وأكد المحافظة البحساني أن المشروع سيسهم في عملية تنقل المواطنين بين المديريتين ويخفف عنهم عناء التنقل حاثا على سرعة الإنجاز وأسكمال ما تبقى من الأعمال وفقا والمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة أكثر من خمسة وعشرين عاما من الدمار والحرب وسقوط القتل والجرحى بفتنة بين أبناء المديرية الواحدة أتعاقب عليها أكثر من خمسة محافظين لتصل عهد محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمر عبدالله التركي إلى الحلول ووقفها من انزلاق أبناء المديرية نحو المجهول مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي أكثر من خمسة وعشرين عاما من الدمار والحرب وسقوط القتل والجرحى بفتنة بين أبناء المديرية الواحدة مديرية الحد وتعاقب عليها أكثر من خمسة محافظين إلا أن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله التركي استطاع إيجاد الحلول ووقفها من انزلاق أبناء مديرية الحد الحدودية وقبلتي آل داود والردامة نحو المجهول بمزيد من الثارات ليشكل الأخ المحافظة أحمد عبدالله التركي لجنة لهذه الفتنة القبلية التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وقريح ومعاقة ودمرت الممتلكات في الحرث والنسل ثلاث سنوات خاضتها اللجنة في تقريب وجهات النظر وتهديئة النفوس منذ العام 2018 لتصل هذا اليوم بمحافظة لحق بحفل كبير للنطق بالحكم والتحكيم القبلي الذي أذعته اللجنة بحضور رسميا وشعبيا ومجتمعيا كبير احتضنته القاعة العامة في مبنى المحافظة بحوطة لحق كان في مقدمتهم محافظ محافظة لحق اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ونائبه عوض الصلاحي الشيخ عبدالرب النقيب أحد أبرز مشايخ يافع وعدد من مدراء عموم مدريات يافع ولحق والشخصيات الاجتماعية والمدنية والعسكرية والتنفيذية في المحافظة وكان محافظ لحق اللواء أحمد عبدالله تركي قد حث على مزيد من التلاحم المجتمعي والحفاظ على النسيق في إطار المحافظة والمدريات مجتمعة والوقوف أمام الثارات والفتن حتى لا تتمدد وتكون عواقبها كبيرة باعتبار الثارات الحاصلة في مدرية الحد الباسلة من أكبر القضايا على مستوى المحافظة بالضحايا الحاصلة والزمن الكبير الذي عجز الكل عن الحل إلا أن توفيق الله ثم جهود الجميع تكللت من نجاح طبعا تعتبر أكبر قضية ثار في إطار لحق بشكل عام عندنا ثارات في كل القبائل في إطار لحق لكن قضية آل رذامة وآل داود تعتبر قضية صعبة وكانت أكبر قضية لهذا لنقول للجميع مثلا بالأخ الشيخ عبد الرب النقيب وقيادات ومشايخ وعقلاء يافع بشكل عام أن الحكم صدر بناء على تفويض مطلق نهائي لجميع الأخوة المتنازعة من قبيلة الرذامة ودأود التنفيذ التنفيذ بدون قيد أو شرط ونحمل للمسؤولية كل من تهاوان أو خارج عن إطار الحكم فنقول للجميع الحاضرين نحن طلبنا من كل مشايخ أبناء يافع اليوم بعضهم حضروا وبعضهم ما حضروا من أقل نطلع نضع الناس في الصورة بهذا الحكم ونحمل المسؤولية من تهاوان أو من خارج عن طاقة الحكم مدير عام مديرية الحادة الشيخ حسين القوهري قرأ منطوق الحكم وأوضح نقاطه والذي أكد من خلاله بنهاية لقضية من الثارات تجاوز زمنها أكثر من 25 عام في المهرى ناقش اجتماع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر ناقش أهمية إيجاد بداء الجديدة لآلية توزيع الغاز المنزلي في المديريات كما ناقش الصعوبات والإشكاليات التي رافقت آلية التوزيع السابقة وسبل معالجتها وإيجاد آليات جديدة لتوزيع الغاز في مختلف المديريات وخلال اللقاء أشار نيمر إلى أن الأوضاع الرهنة في البلاد ددت إلى وجود أزمة حادة في الغاز المنزلي لافتا إلى وجود انفراج نسبي في الأزمة ما بعد عمليات الصيانة التي جهدتها محطة صافر المركزية من جانبه أوضح وكيل المحافظة حسين المسعدي رئيس لجنة متابعة الغاز أن هناك التزام من قبل شركة الغاز بصافر بسمرار حصة المحافظة من الغاز لافتا إلى أن اللجنة أرسلت رسالة إلى قيادة شركة الغاز بصافر لزيادة حصة المحافظة من مخصص الغاز أقيم بميناء الزيت بالعاصمة المؤقتة عدن حفل استقبال الدفع الخامسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة وبلغ إجمالي esquمية الدفعة الخامسة 90 ألف طن مترين من المشتقات النفطية وستقبل ميناء الزيت السفينة المحملة ب60 ألف طن مترين من مادة الديزل ومن المقرر استكمال بوصول الدفع الخامسة من الملحة النفطية قريبا بوصول 30 ألف طن مترين من مادة المزود وبلغ حتى الآن إجمالي الكميات الوردة من مادة الديزل نحو 334 ألف طن متري بالنسبة 37% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة النفطية البالغة 909 591 طن متري ومن الديزل وبوصول دفعة المزوت بكمية 30 ألف طن متري ستصل إجمالي الكميات الواردة من مادة المزوت إلى 175 ألف طن متري بالنسبة 50% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألف و304 طن متري من المزوت بإجمالي مبلغ أو يبلغ لمادة الديزل والمزوت 422 مليون دولار أمريكي كدعم مقدم من الأشقاء لمنحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتأتي منحة المشتقات النفطية السعودية امتدادا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في جميع المجالات وتأكيدا على أواصل الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين وتعديز سعي المملكة للمساهمة بالسكرار أسعار الوقود لتشغيل محطات الكهرباء والمساهمة في رفع القوة الإنتاجية للشعب اليمني وكذا تحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطنين اليمنيين يسعدنا كثيرا اليوم ونحن ندشن الدفع الخامسة من مشتقات النفط المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وهنا لا يسعني إلا أن أقدم شكري وتقديري للأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان نقول شكرا للأشقاء على هذا الدعم السخي والذي يأتي في هذه الظروف المعقدة والصعبة في بلادنا وما تمره من غروف اقتصادية في قاية الصعوبة هذه الدفعات وغيرها من الدفعات قد أسهمت إساما كبير في خلق الاستغرار التمويني للمحطات الكهرباء في كافة المحافظات المحررات استغرار الدفعات الخامسة من المنحات السعودية طبعا نتقدم بالشكر القزير لكل من ساهم في وصول المنحة في موعدها المحدد لغرض استغرار المحطات التوليد ومن هذا المنبر نناشد الأخوة في المنحة السعودية على إدراك وغود الخام لمحطة رئيسي القمهورية من ضمن المنحة لغرض إدخال المحطة في الخدمة بشكل عاقل شكرا هذه المنحة تقدر بـ 4222 مليون دولار وصلت إلى الآن ما يقارب 37% من مشتقات الديزل و50% من مشتقات المازوت ساعدت هذه المنحة الحكومة في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عملت على التخفيف من العب المالي للحكومة نشكر المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة ساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية خلال الأربعة الأشهر الأولى منذ بداية المنحة بتزويد أكثر من 60 محطة كهرباء بأكثر من 310 مليون لتر لمحطات الكهرباء بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 1140 جيجاوات ساعة خلال الأربعة الأشهر الأولى من المنحة وكذلك في اتفاع متوسط الاستهلاك لكل مشترك بنسبة 30% وتوفير فرص العمل لأكثر من 2550 مواطن يمني خلال الربع الأول من المنحة وارتفاع الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء ب40% كما أيضا ساهمت في ارتفاع حركة النقل والخدمات اللوجستية بإجمال تشغيل 2270 شاحنة بالإضافة إلى أن المنحة ساهمت في ارتفاع مبيعات الكهرباء من الطاقة المنتجة بأكثر من 30% مما ساهم طبعا في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الصحية والتعليمية والخدمية في اليمن احتفلت جامعة العلوم وتكنولوجيا باليوم العالمي للمحاسب والمحاسب اليمني وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة نقل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد بسليم تحيات وتهاني وزير التعليم العالي للمحاسبين في بلادنا والذين يحتفلون بالمناسبة مشددا على ضرورة التزام الجامعات بمعايير الجودة في التعليم لإخراج مخرجات نوعية يعتمد عليها مستقبل الوطن مشيدا بالدور الرياضي الذي لعبته الجامعة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال مخرجاتها التي تدعم مسوق العمل لجميع المجالات بدوره استعرض الدكتور عبدالغاني حميد رئيس الجامعة بيلي الخطوات الناجحة التي قطعتها الجامعة خاصة في مجال استكمال البنية التحتية وإتمام أقسام الجامعة المختلفة ونوها حميد لأن الجامعة أخذت على عاتق إخراج كفاءات ومخرجات يعتمد عليها مستقبل اليمن وذلك من خلال تطبيق معايير الجودة وإنخال البرامج التعليمية الحديثة التي تواكب العسر عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت ندوة علمية بعنوان مسار الشباب من الجامعة إلى سوق العمل نظمتها مؤسسات كفاءات بتنسيق مع كلية تربية بجامعة سيئون وفي افتتاح الندوة أشهد وكيل محافظة حضر موت المساعد شؤون الوادي والصحراء عبدالهادي تميمي بالبرامج التوعوية التي تلامس احتياجات الطلاب لتماكنهم من شق مشوارهم العلمي بعد تخرج داعيا إلى إدخال التعليم المدمج في العملية التعليمية للجامعة وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسية شاملة الشباب في مرحلة التعليم والعمل الحر والمواصفات المطلوبة لسوق العمل أقامت كلية الآدب جامعة عدن محاضرة علمية بعنوان اللغة المهرية شواهدها اللغوية أو اللغوية وبعض من فنونها قدمها الدكتور سعيد القميري نائب عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بجامعة حضر موت وسهل الدكتور جمال الحسني عميد كلية الآدب كلمة رحب بها بكافة الحاضرين من أساتذات وطلاب موضحا أن الفعالية تأتي لفتح آفاق أكاديمية بين كلية الآدب جامعة عدن ومركز دراسات المهرية مؤكدا على أهمية اللغة المهرية كموروث حضاري وثقافي يجب الافتخار به من جانبه قال الدكتور عبدالله ميكاش أستاذ لغات الشرقي الأدنى القديم في قسم اللغة العربية بكلية الآدب جامعة عدن أن المحاضرة بكلمة أكد فيها أن اللغة المهرية أظهرت العديد من الشواهد اللغوية المشتركة ما بين اللغة العربية وأخواتها من اللغات السامية موضحا أن المحاضرة بيّنت أن هناك علاقات صوتية وصرفية ونحوية مشتركة ما بين اللغة المهرية ونظيراتها من اللغات الأخرى من ظهرت في كثير من الشواهد التي أظهرها الباحث في المحاضرة سيرى ملتقى أبناء مديرية حزم العدين التابعة لمحافظة إب قافلة شتوية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في مواقع الشرف والبطولة بجبهة نهم والجوف من منتسبي لواء الحسم وكتائب الحزم ولواء خمسة وخمسين تابعين لمحور إب إضافة إلى كتيبة المهام الخاصة تضمنت القافلة ملابس شتوية وفرش عسكرية تمكن أفراد الجيش والمقاومة من مواجهة برد الشتاء القارس وذلك تعبيرا عن وقوف أبناء الملتقى إلى جانب أبطال الجبهات الذين يخوضون أقدس معركة في مواجهة أخطر عدو يهدد حاضر اليمن ومستقبل يذكر أن الملتقى وبتمويل من برنامج أول الغيث قطرة كرم قبل أسبوع 120 طالبا وطالبا من خرجي حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مخيم العرق بمديرية الوادي بمأرب الذي تقطنه عشرات الأسر النازحة من أبناء مديرية حزم العدين كما دشن الملتقى مشروعا تعليميا يسهدف أبناء وبنات الشهداء من أبناء الحزم إضافة إلى كفالة الملتقى لخمسين أسر من أسر الشهداء المتواجدة بمحافظة مأرب الخبر الأخير أقر مكتب صناع وتجارة بمحافظة عدن دعم ثمانين مخبزا في مديرية عدن الثمان بواقع عشرة مخابز في كل مديرية بمادة الدقيق وفق توزيع منظم وحسب الكثافة السكانية وتوفير الخبز للمواطنين بسعر ثلاثين ريالا بحيث تتحمل سلطة المحلية فارق السعر الدقيق المدعوم وقال مدير المكتب المهندس محبد عبادي خلال الشماع إنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاعتماد آلية دعم الأفران بمادة الدقيق مشددا على ضرورة التزام الأفران المدعومة بالأسعار المتفق عليها ما لم سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين انتهت النشرة المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية دمتم في راعية الله اشتركوا في القناة